حلاه الشعر السعوري ياسر تواجري ضيف على برنامج اللي ون وتحدث عن رأيه في الأعمال الرمضانية لهذا العام وانسأل ياسر أيضاً على البرامج الرمضانية وكان أهم برنامج رامز مجنون رسمي يلي ما زال مستمر بكمية التعليقات وغضب الجميع ولثاته كمان عم بتصدر أهم محركات البحث في المواقع خلونا نشوف شو قال ياسر وأنا شوف الناس مضايقين من هالبرامج برامج رامز جلال فأنا جبتها تهكماً يعني قلت بما يعني لن أكون أكثر ثقل عليكم من هذا الشخص تهكماً لا لا أنا جبتها تغريدة ساخرة يعني أضحك وانسألتني أنا عن رأي شخصي في رامز جلال ما احترماتي لها الشديدة كإنسان عربي مسلم أحترمه وقدره لكن نتكلم بما يقدم شخصيته كممثل أو كفنان أو كمذيع أو كمعدب ما أدري عادو شي وش يصنفه صراحة لأنه ما أدري وش تصنيفه تافه أي حقيقةً يعني تافه جداً ومبتنر هذه ما فيه تجاوز تجاوز على من؟ عليه ويعني يصير أنه يستحق الاعتدار منه فيروس كورونا هي اللي شغل العالم كتير من نسمع ونشوف أخبار وإشاعات عن وجود علاج ولقاح بس لحد هلأ ما ثبتت النتائج على الأكيد وما في أي تأكيد لأي علاج لحد ما إجت مصر وأعلنت عن وجود علاج للفيروس والعلاج متوفر وموجود بكل مكان هالخبر هو طلع من عضو مجلس نواب سابق عبر فيديو فيترى شو ممكن يكون هذا العلاج؟ خلونا نتابع أتقدم للسيد الرئيس وجميع السادة والنظمة الصحة العالمية وحفاظاً على الأرواح وعلى البشر أقول لكم بشرة سعيدة عصير البرسيم ينهي على فيروس كورونا عصير البرسيم ينهي على فيروس كورونا لأن عصير البرسيم ينقي الجسم بالكامل من السموم وطارد للفيروس في الجسم والدليل على ذلك فأن عصير البرسيم يعالج يقوي يقوم المناعة يقوي المناعة ويقوي القلب ويمنع تصلبات القلب والشريين عصير البرسيم هو الوحيد الذي ينقل الكلة الأسياء، الجمال، الموضة، الصحة واللايف ستايل وكل ما لهم المرأة العربية في برنامج إن ستايل لأحدثي وآخر تطوراتي في عالم السيارات الاقتصادية، الرياضية، العائلية لجميع المهتمين بالشكل الداخلي والخارجي والكثير من التفاصيل في عالم الأوتوموبيل تابعونا في برنامج أوتوزوم